مهم جدا علشان ابنك يطيعك في جزئية تكلمت عنها قبل كده في الحلقة بتاعت اهم خمس اسباب العناد وقلت قد تكونوا انتم السبب في عناد الابناء فالوعي والاستبصار دايما الادراك بداية التغيير حظاك سائل عربية مجرد ما العداد جي مية وثلاثين مية وخمسين مية وسبعية انه ربي مجرد ما شفت غيرت السرعة لكن لو ما ادركتش العداد مش هتغير السرعة ممكن تتقلب لا قدر الله في القصة برضو ممكن تقلب ابنك هنا يعني الطفل عنده مشكلات لانك انت مش مدرك لان حضرتك مش مدركة ان انتم عاندين وبالتالي بيقلتكم ده نموذج عملي تاني انتم عاندين معاه معاه مع الابن كل حاجة لأ 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 فهو يكتسب من اللأ فاكتسبها منكم يعني طيب لما تكون انتم مسالمين جدا ومريحين جدا 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 الابن بيعمل ليه وعايز يعمله اه يبقى هنا لازم يكون فيه اه الاب مسؤول والام مسؤولة يعني تشد حيلكم شوية مش ضرب حازم حازم حاني وسط بين القصة والتالية اه تصدق لازم يكون مستبصرين بذاتنا ومدركين نفسنا ان احنا فعلا اه يعني فوضويين في كل حاجة في الاكل والشرب واللبس والصحيان والمذاكرة والخروج والشغل ومش عارفة بتاع فوضويين في ادارة الوقت فوضويين في كل حاجة اه وبالتالي الولد طلع عانيد لانه مش عايزة اسمح الحاجة اللي مش عايزة ننظم حاجة اللي ان طلع فوضوي زينا اه لا محتاجين نستبصر بنفسنا احنا فعلا ديكتاتوريين وفعلا قائمة من الاوامر قائمة النواهي يعني الولد بيمشي يعني انا ممشي على عاجين ما اللي خبطوش وكل حاجة فبالتالي هنا الولد اه بيعاند لانه عايزة الاستقلال او الموتو الزقام الولد هنا بيعاند علشان يخرج من الشرنق الحرير الولد هنا بيعاند علشان يحس بذاته واستقلاله وشخصيته ايوان كويس يعني بدأنا نستبصر ونعي بشخصيتنا ونعي كاسها على الطفل على عناد الطفل ممكن الامة تبقى شخصية وسوسية او الاب ومن سمات الشخصية الاساسية العناد العناد علشان هو شايف من منظور واحد هي كده يعني كده ده الصح يبقى الصح وبالصح بقى ليه جواة نظر واحدة واتجاه واحد بس كده واشوف كل الدنيا من منظوري اه يبقى يبقى احنا العاندين يبقى كل يبقى مسألة العناد بتاع الابن جاي مننا من شخصيتنا اه فلازم عشان كده دايما كنت اجي اقول ايه في التربية اعداد الاباء اتحركت ان انا قلت تربية الاباء قبل تربية الابناء فقلت اعداد الاباء قبل تربية الابناء وفي حل المشكلات كنت بقول دايما عالج مشكلات قبل ان تعالج مشكلة ابنائك فقد تكون المشكلة عندك قد يكون الابن هو العرض وانتم المرض فانا بابدأ اصل المسألة جاية منين من الاساس يعني طيب اه يبقى فيه اسلوب معين كان بيخلي فيه عناد زي ما تكلمنا قبل كده قصوة الزايدة تقدليل الزايد الحماية الزايدة الزبزب في المعاملة كل واحد اللي رأيه يعني يبقى الضرب مش هيجيب نتيجة انسى الضرب خلص في مسألة العناد هيسمع كلامي يا دكتور بيسمع كلامي دلوقتي بس الى كان هتدي ضهرك او تسافر او يحصل حاجة هيعمل كل عكس اللي هو اللي هقل في دماغه وبقوة كمان لان ما عملوش عن طيب خاطر وعن عن وعي لا عملو علشان انت عايزه يعمل حاجة زي كده وبالعفية وبالضرب وهيعمل بالعكس وقد يكون غلط بس هيعمله انتقاما فممنوع الضرب للطفل العنيد هيعند اكتر هو ممكن بيقند عشان الضرب فطوم تضربه هيزيد العناد وبرضو الدلع الزيادة لا يبقى في شيء من الحزم الحان وفي نفس الوقت يبقى كل واحد لرأي انه وحد الرأي الاب والام والجد والجدة كل واحد هو رأي واحد نمشي عليه فما يلاقش مفرغ لانه يسمع الكلام لانه ده اتجاه واحد يبقى الصح منتشر ده كل العالم العالم بالنسبة له خمسة الاب والام والجد والجدة وخاله مثلا خمسة العالم كله بالنسبة للطفل يبقى العالم كله بيقول ان ده الاتجاه ايه الصح يبقى وده غلط ما ينفعش يتعمل وده صح يتعمل يعني فبالتالي نوحد الايه الاسلوب يعني فطبع ونعدل بين الاولاد ولو في القبلة نعدل بينهم في السماع ونعدل بينهم في العطاية المادية والمعنوية ولما يحس ان في عدل بين الاولاد ده طبعا هيؤدي الى انه يبقى ما فيش احساس بالظلم والاخره يعني وطبعا لازم اهتم به بالابن فلما يحس بالاهتمام مش هياند علشان يجزب الانتباه ويلفت الانظار في طفل صغير اتولد هيحس انه اخ طفل يعني منه الاهتمام يعني والانظار فلازم يعني يحاول يظهر في الصورة بعلانات اه لأ حاول ان انا وزع الاهتمامات ما بين الطفل الرضيع وما بين الطفل الايه اللي بيعند دلوقتي يعني مهم جدا علشان ابنك يطيعك لازم كمان تحسن لغة الحوار لغة التواصل بشكل عام التواصل يعني ايه في كلمتين يعني ازاي تتكلم وازاي تسمع يعني ايه برضو احسن لغة التواصل مع الطفل اللي ممكن يكون اساسا بيعند علشان شخصياتنا وعشان اسلوبنا وعشان لغتنا اه معاه اول حاجة محتاج ان انا استمع للطفل ده ربما يكون عنده صراعات ربما يكون عنده عدوان ربما يكون عنده رغبات معينة ربما يكون عنده افكار ابداعية وبالتالي هو بيقول لا اللي احنا بنقوله اللي انه عنده افكار احسن استمع للطفل ده ربع ساعة حوار مع الطفل يوميا تكفي بس حوار عاقل اسمعه بكل جوار انصت اليه مش مجرد اسمع بس انصت كل جوارح فالانصات يشكل حوالي 70% من التواصل الجيد لكن فكرة ان عارف كل حاجة وعتوم لي عليه كل حاجة وده عايد وما يفهمش حاجة اشرب بقى عناد ومشكلات تاني لكن استمع اليه استمع الى كل اللي عايز يقوله فبالتالي هيحس ان بابا احترمني وبابا قدرني وبابا وماما يعني سابت شغلها وقعدت معايا وبابا سابت شغلها وقعدت معايا شوية ده انا ليه قيمة انا ليه وجود ويتعلم التفاوض ويتعلم انه الاسلوب ويتعلم اللغة ويتعلم الكلام ويتعلم الاستجابة ويتعلم وتبقى قدمت سابت لألحد وسبت رصيد حلو يعني ليه جوه الابن فالرصيد الحلو ده هيخليه مش عايز يقطع العلاقة الحلوة دي ولما تطلب منه حاجة لك رصيد جوه يسمح بانه تطلب منه حاجات لكن في اب ام بصراحة ملهمش رصيد جوه الابن لا قاعدين معايا ولا بيلعبوا معايا ولا فيه التمام ولا ولا لا لا خروق فكن التربية اكله شربه لبسه دي رعاية مش تربية فبالتالي ملهمش رصيد فلما يطلبوا من الولد حاجة مفيش رصيد اصحابلك من اين شكرا